السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا صغاري أتمنى أن يكون الجميع بألف خير ها نحن نلتقي في أسبوع جديد وحصة جديدة من التمدرس عن بعد إذن على بركة الله لنبدأ المادة اللغة العربية المكون القراءة إذن لنبدأ الوحدة السادسة الأسبوع الأول الحصة الأولى والأصوات لنتذكر الأصوات التي سبق لنا أن درسناها في القسم وهو صوت الب صوت ت صوت ث صوت ن وصوت ي الحروف الباء والتاء والثاء والنون والياء زائد نص هدية لأختي الموجود في القراءة إذن كما العادة سوف نبتدئ بالكلمات البصرية التي سوف نتعرف فيها عن كلمات جديدة إذن الكلمة الأولى التي لدينا هي حتى سوف أقوم بإعطائكم جملة تستضمن هذه الكلمة مثلا نمت حتى طلوع الشمس نمت حتى طلوع الشمس الكلمة الثانية في في ويمكن أن نقول الجملة الثالية سأسافر في الصيف إلى فرنسا سأسافر في الصيف إلى فرنسا الكلمة الثالثة لدينا عن لدينا عن أقول رسمت لوحة عن الربيع رسمت لوحة عن الربيع الكلمة الرابعة لدينا كا نا كا نا وأقول كان الأكل لذيدا كان الأكل لذيدا والكلمة الأخيرة لدينا سا را سا را ونقول سار سار الجو غائما سار الجو غائما إذن الكلمات البصرية التي تعرفنا عليها أعيد قراءتها لدينا حتى في عن كان وصار وهذه الكلمات يمكن لنا أن نستخدمها في تكوين جملة قد نجدها في الأول في وسط الجملة أو في آخر الجملة إذن تساعدنا على تكوين جملة مفيدة إذن من منكم يستطيع أن يعطيني أمثلة لهذه الحروف كل حرف على حضة إذن لنبدأ بالحرف الأول وهو الباء من إذن ناعم بطة ناعم ضبع ناعم أو كتبة ناعم إذن نلاحظ أن الكلمة الأولى جاء الحرف في أول الكلمة في الكلمة الثانية في وسط الكلمة وفي الكلمة الثالثة في آخر الكلمة إذن لننتقل إلى الحرف أو الصوت الثاني لدينا التاء إذن من ناعم هناك تفاحة ضفتر أو نقول زيت إذن في مواقع مختلفة من الكلمة الحرف الثالث هناك حرف الثاء من من إذن هناك ثعلب وهناك أيضا من أحسنتم مثلث ناعم لننتقل إلى الحرف الموالي حرف النون من منكم يستطيع أن يعطيني كلمة تتضمنوا هذا الحرف من ناعم هناك نمر ماذا أيضا هناك عنب ناعم ماذا أيضا وهناك ني زان ناعم إذن نلاحب أن الحرف في أول الكلمة وهناك كلمة في الوسط وهناك حرف أو صوت في آخر الكلمة إذن الحرف أو الصوت الأخير لدينا الياء أيضا من يعطيني أمثلة تتضمنوا هذا الصوت من ناعم يعسوب ماذا أيضا هناك بيت ماذا أيضا أو كرسي إذن رأينا مجموعة من الأمثلة لهذه الحروف وفي مواقع مختلفة من الكلمة في الأول وفي الوسط أو في آخر الكلمة ناعم أحسنتم كثيرا وهناك كلمات عديدة لهذه الأصوات لا أكيد لم نقم بذكرها إذن والآن وصلنا إلى تحديد سوف أعطيكم مجموعة من الكلمات وسوف نعرف أي أي صوت أو حرف تتضمن ثم ما هي الحركة التي جاءت معه هل هي حركات قصيرة التي هي فتحة أو ضمة أو كسرة والحركات الطاولة هو المد بالألف والمد بالواو والمد باليا أم تنوين الذي هو تنوينه بالفتح تنوينه بالضم وتنوينه بالقصر إذن لنبتدئ بالكلمات التي تضم الحركات القصيرة والكلمة الأولى التي لدينا هي كلمة بنت كلمة بنت التي تضمن صوت الباء مع القصرة إذن حركة قصيرة كلمة الثانية لدينا كلمة يد وتضم حرف الياء مع الفتحة إذن أيضا تضم حركة قصيرة كلمة الثالثة لدينا كلمة نصر وهو النوع من أنواع الطيور أيضا يضم صوت النون مع الحركة التي تحته كسرة إذن لننتقل إلى الحركات الطويلة والكلمة الأولى لدينا هي كلمة نافذة نافذة تضم تضم صوت النون مع المد بالألف الذي هو نا والكلمة الثانية لدينا كلمة نور 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 الطا لدينا كلمة تاج والصوت الذي لدينا هو صوت التاء مع المد بالألف الذي هو تا والكلمة والكلمة الرابعة لدينا كلمة توت كلمة توت وهو النوع من أنواع الفواكه والدينا الصوت التاء و مع المد بالواو والذي هو تو والآن ننتقل إلى التنوين لدينا ثلاثة كلمات كلمة الأولى لدينا طبيب طبيب إذن لدينا صوت الباء مع المد لدينا صوت الباء عفوا مع التنوين بالضم والذي هو بن الحركة التي فوقه هو التنوين بالضمتين كلمة الثانية لدينا كلمة مبرا تن وهي تعني التي نقوم بمنجرة والكلمة والكلمة الأخيرة لدينا حرص لدينا حرص وهو حرف الثاء مع التنوين بالضم إذن هذه مجموعة من الكلمات تضم الأصوات التي نقوم بدراستها التي هي الباء والتاء والثاء والياء والنون مع حركات مختلفة إما مع حركات قصيرة أم حركات طويلة أو مع التنوين الآن سوف أقوم بقراءة النص هدية لأختي الموجود في القراءة وأنتم سوف تقومون أثناء قراءتي بكتابة الكلمات التي تضمن الأصوات التي نقوم بقراءتها والتي هي الباء والتاء والثاء والنون والياء إذن سوف تقومون بكتابة الكلمات على ورقة تضم هذه الأصوات إذن ركزوا معي أثناء القراءة سوف أبدأ هدية لأختي في متجر اللعب قالت ياسمين انظري ماما ما أجمل هذا الأرنب قالت البائعة هذا الأرنب يشتغل بدون بطاريات خدي المفتاح جريبي دورت ياسمين ياسمين المفتاح وضعت الأرنب على الأرض أخذ ينط ويحرك رأسه وذنبه فرحة ياسمين قالت للبائعة من فضلك ضعيه في صندوقه وغل فيه بورق مزين سأشتريه هدية لأختي الصغيرة إذن هل سمعتم النصر جيدا إذن أعطوني كلمات تضم هذه الأصوات لنبتدع بالصوت الأول إذن إذن لنبدأ بالصوت الباء إذن من من يعطيني كلمة جاءت في النص تضم هذا الصوت من نعم أحسنت هناك الأرنب ماذا أيضا ماذا نعم هناك بدون ماذا أيضا هناك نعم أحسنت بطارية إذن لننتقل إلى الصوت الثاني وهو التاء إذن من يعطيني كلمات وردت في النص تضم هذا الصوت من نعم هناك متجر أيضا ماذا هناك هناك قالت وأيضا هناك نعم فرحت وهناك دورت نعم وهناك نعم مفتاح أحسنت إذن لننتقل إلى الصوت الثالث صوت الثاء إذن لم تأتي كلمة أو لم تذكر كلمة فيها هذا الصوت لننتقل إلى الصوت النون إذن من يعطيني كلمة أو كلمات تضم هذا الصوت قد جاءت في النص من نعم هناك نعم ماذا أيضا هناك مزين نعم إذن لننتقل إلى الصوت الأخير هو صوت الياء من يعطيني كلمات جاءت في النص لهذا الصوت من نعم هناك هدية أيضا هناك ياسمين نعم هناك ماذا انظري هناك خدي وأيضا هناك جربي وماذا أيضا من يعطيني كلمة أخرى وهناك يحرك والكلمة الأخيرة ماذا ماذا نعم هناك كلمات ينط إذن هذه هي الكلمات التي جاءت في النص لكل صوت من هذه الأصوات أحسنتم جميعا الآن وصلنا إلى التجزي أو التقطيع نفس الشيء إذن قوموا بإنجاز هذا التمرين أو الواجب على صبورة أو ورقة إذن الكلمة الأولى لدينا بساط بساط كلمة الثانية لدينا باب باب كلمة الثالثة لدينا مفتاح مفتاح كلمة الرابعة لدينا مبرات كلمة الخامسة لدينا ثياب كلمة الموالية لدينا كلمة نحلت والكلمة الأخيرة لدينا ريادت ريادت إذن أتمنى أن يكون الجميع قد استفدوا من هذه الحصة إذن أنجز التمرين ونلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله دمتم سالمين وفي صحة جيدة إلى اللقاء